أهلاً مساء الفل بنات هذا الفيديو مرة 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 مهم فكملوا للأخير رجاءً اسمعوا الكلام اللي أقول لكم أول شي يحطي في بالك أنه ما في ميك أب يخلي وجهك مراية نفس اللي تشوفوهم بالسوشال ميديا كلهم عبارة عن فلاتر تصفية وحط لكم في آخر الفيديو مقاطع عشان تتأكدوا من كلامي في عيوب في البشرة احنا ما نقدر أبداً أنه احنا نخفيها في النهاية احنا ما احنا مسكين عصات الساحر زي الحبوب زي المسام زي كمان الضربات والأشياء هذه كلها ما تروح أساسية تهيئة البشرة أول شي لازم تبدأ بالواقع الشمسي بعدين المرتب بعدين البرايمر طبعاً عند الضرورة فقط لأن كثرة البرايمر تدمر بشرتك كمان المصحح اللي هو الكوريكتر وارجع لدروسي عشان تفهموا الفونديشن والكنتور والإضاءة والبلاشر أو بعدين تثبتوا بالوس باوتر بعدين المثبت طبعاً في أشياء مو ضرورة كلها تحطوها أهم شي بنات ما يكونوا في وجهك شعر لازم تنتظروا بين كل خطوة الثانية تقريباً ثلاث إلى خمس دقائق خلاص ولازم ما تكثروا كميات رجاء لا تكثروا كميات عيدوا أقول لا تكثروا كميات تمام؟ بالنهاية زي ما قلت هذا واجه مجدار يعني ولازم ترطب وجهكم باستمرار سوى عندكم حفلة ولا ما عندكم هذا من ضمن العينات مثل ما أنتوا شايفين شوفوا كيف وجهها الأصلي فوق هذا الشكل اللي احنا نشوفه هذا الشكل اللي أنا أشوفه اللي هو الحقيقي هذا بالفلاتر وأنتوا دايماً بس تشوفوا شكل اللي هو موديل آخر شي بدن يا الله شغلها مره نظيف ومدريش ولا تحط لكم بدون فلاتر كل التعليقات الميكب مو نظيف ما أدري يا ما مدريش في عقلكم صراحة المهم أتمنى أن الفيديو كان مفيد لكم وقفوا الشاشة وإقرؤوا الكلام ودمتم بخير